بسم الله الرحمن الرحيم أيها الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تتم للدروس السابقة الخاصة بشعبة الهندسة الميكانيكية نتطرق اليوم إلى درس في مقاومة المواد إذن نأخذ النظام الآلي السابق الخاص بتحضير وتوزيع القهوة الساخنة الممثل أمامكم بالرسم وتحديدا عند مخفض السرعة الممثل برسمه التجميعي نلاحظ بأن العمود المسنن 24 المركب عليه عجلة مسننة رقب 23 يتعرض للإنحناء بسبب المؤثرات الخارجية المطبقة عليه لذا يجب حساب القيم القصوى للجهد القاطع وعزم الإنحنة أولا نقوم بعزل العمود 24 ونبين نقاط التأثير للقوى المطبقة لذلك عندنا نقطة لذلك عندنا نقطة توزيع القوى ونقاط التأثير للجهد الجدول قيمة القوى FB هي 500 نيوتون المطبقة من طرف المسننة القيمة FC هي 800 نيوتون هذه القوى ناتجة عن قوة الضغط المطبقة المطبقة بسبب التشابك والتي تتحلل إلى قوتين القوة T هي المسؤولة عن الضوران والقوة R هذه هي التي تطبق أو تؤثر في النقاط B و C قيمتها كما شفنا في الدروس السابقة F سينوس ألفا نعتبر العمود المسنن 24 عبارة عن عارضة محملة وهو في حالة التوازن بفعل المؤثرات الخارجية اللي هي RA RD RB FB و F C إذن و نلاحظ في التمثيل هذه القوة والمسافة الموجودة بين النقاط A B C D إذن ندرس أولا شرط التوازن و نستنتج ردود الأفعال ثانيا نقوم برسم المنحنة البياني للجهود القاطعة واستنتاج الجهد الأقصى وثالثا نقوم برسم المنحنة البياني ونستنتج عزم الإنحناء الأقصى أولا لحساب ردود الأفعال نطبق معادلة أو معادلات شرط التوازن لتكون فيها مجموعة القوى المؤثرة الخارجية عفوا المؤثرة على العارضة تساوي الصفر ومجموعة العزوم بالنسبة لأي نقطة من العارضة تكون تساوي كذلك الصفر بالنسبة لمجموعة القوى را زائد رد زائد فب زائد فسي يساوي الصفر لما نسقطها على المحور ايجراك نستنتج المعادلة الأولى لشرط التوازن وهي ناقص ر ا نلاحظ بأن ايجراك إلى الأسفل ناقص ر د زائد فب زائد ف سي يساوي الصفر وبتطبيق الشرط الثاني أو المعادلة الثانية لشرط التوازن وهي مجموع العزوم بالنسبة لأي نقطة يساوي الصفر نأخذ النقطة ا لتكون نقطة التأثير قوة مجهولة و نكتب المعادلة عزم القوة ر بالنسبة لأ زائد عزم القوة ر د بالنسبة لأ زائد عزم القوة ف ب بالنسبة لأ زائد عزم القوة ف س بالنسبة لأ يساوي الصفر اذن اتجاه الموجب يكون في اتجاه عقارب الساعة بحيث الآن نستنتج المعادلة الثانية لين تكون عزم ر بالنسبة لأ معدوم لأن الزراع يساوي الصفر زائد ف بي مضروبة في ثلاثين زائد ف س مضروبة في سبعين قوة او عزم موجبة ناقص rd مضروب في مئة لأن الاتجاه يخالف عقارب الساعة يساوي الصفر من المعادلة الاولى والمعادلة الثانية نسترتج قيمة rd التي تساوي 710 نيوتن نعوض قيمة rd في المعادلة الاولى ونسترتج r يساوي 590 وهكذا نكون قد استنتجنا ردود الافعال في النقطة r a والنقطة rd اذا لما تكتمل لدينا قيم القوى المؤثرة يمكننا حساب العزم الاقصى وكذلك الجهد الاقصى الذي يتعرض له هذا العمود تانيا دراسة الجهود القاطعة نقسم العارضة الى ثلاثة مناطق للتذكير الجهد القاطع في المقطع القائم للعارضة يساوي الجمع الجبري للجهود المطبقة على يسار المقطع فلدينا المنطقة a b نلاحظ بان القوة الموجودة على يسار هذه المنطقة هي القوة r a اذا لدينا t يساوي ناقص r a لانه كين اختلاف في الاتجاه في المنطقة b c مجموعة القوة الموجودة على اليسار هي r a f b اذا t يساوي ناقص r a z f b يساوي ناقص 90 نيوطن في المنطقة c d t يساوي ناقص r a z f b z f c اللي هي القوة الموجودة على اليسار المنطقة و يساوي 710 نيوطن ثم نقوم بتمثيل هذه القيم في الجدول ف نلاحظ في المنطقة الاولى الجهد القاطع سالب قيمته تساوي قيمته تساوي ناقص 590 نيوطن في المنطقة الثانية كذلك يكون سالب لكن قيمته تنخفض الى 90 ناقص 90 نيوطن و في المنطقة الثالثة يكون موجب و قيمته تساوي 710 نيوطن ونلاحظ بان اكبر قيمة للجهد القاطع في المنطقة سيدي هي 710 نيوطن ثالثا في دراسة عزوم الانحناء للتذكير دائما عزم الانحناء في المقطع القائم للعارضة يساوي الجمع الجبري لعزوم الانحناء الموجودة على يسار المقطع نفس الشيء نقسم العارضة الى ثلاثة مناطق المنطقة AB ونكون X محصور بين 0 و 30 مليمتر القوة الموجودة على يسار المقطع في المنطقة AB هي RA إذن نحسب العزم انتحها تساوي RA مضرب في X نعوذ قيمة X إذن القيمة الدنيا والقيمة القصوى لما X يساوي الصفر في القيمة الدنيا العزم الانحناء يساوي الصفر في القيمة القصوى X يساوي 30 عزم الانحناء MF يساوي 17700 مليمتر نيوتون في المنطقة الثانية منطقة BC وإن X يكون محصور بين 30 و 70 مليمتر MF يساوي RA مضربة في X ناقص FB مضربة في X ناقص 30 اللي هو الذراع بالنسبة للقوة FB إذن بتعويض X بقيمتيه القصوى والدنيا نتحصل على MF يساوي 17700 نيوتون مليمتر ولما X يساوي 70 MF يساوي 21300 مليمتر نيوتون في المنطقة CD مجموعة القوى الموجودة على يسار هذه المنطقة هي RA FB FC MF يساوي RA في X ناقص FB مضربة في X ناقص 30 ناقص FC مضربة في X ناقص 70 نقوم بتعويض القيمتين الدنيا والقصوى لX فنتحصل على MF بالنسبة X يساوي 70 يساوي 21300 مليمتر ديوتون وفي القيمة القصوى لما X يساوي 100 MF يساوي الصفر إذن نمثل هذه القيم في الجدول إذن ننطلق من النقطة 0 إلى النقطة 17700 على خط امتداد القوة B وكذلك بالنسبة ل 21300 المثلة في خط امتداد النقطة C ثم نعود إلى الصفر وين يكون امتداد النقطة RD إذن ننطلق من الصفر ونعود إلى الصفر ومن هنا نستنتج بأن أكبر قيمة لعزم الإنحيناء في المنطقة C هي 21000 و300 إذن هكذا نكون قد استنتجنا الجهود أو الجهد القاطع الأقصى وعزم الإنحيناء الأقصى إذن نلاحظ من خلال الجدول أننا استنتجنا ردود الأفعال RA وRD و من هنا يمكننا من هذه القواء يمكننا اختيار المدحرجات التي تناسب أو تستطيع مقاومة هذه القوى في الحوامل إذن المدحرجات التي تقاوم 710 نيوتون و من خلال قيمة العزم الأقصى نستطيع حساب قطر العمود 23 الذي يستطيع مقاومة هذا العزم وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس نضرب لكم موعدا في دروس لاحقة إن شاء الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر